قبل ذلك دعنا نكف عند الخبر العاجل الذي يرد في هذه المرحلة نتحدث عن حدث أمني في غلاف غزة في منطقة نتيفة عسرة مستوطنة نتيفة عسرة التي من ناحية شمال قطاع غزة نتحدث عن عملية طاعن هذه الشبهات الأولية ونتحدث عن إصابتين بالنسبة لإعلان الجيش الإسرائيلي تتحدث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن القصف هو الأعنف منذ العملية الأخيرة للجيش في منطقة خان يونس الجيش طلب إخلاء عدد من البلوكات بسبب استمرار في شرقي خان يونس بسبب استمرار عمليات المقاومة وإطلاق القذائف هذا ما يقوله الجيش وبالتالي هذه البلوكات هي خارج المنطقة الإنسانية نتحدث عن تقليص للمنطقة الآمنة في المواصي وأيضا سمى تلك المناطق منها بلدتي عبسان وكذلك الجديد وأيضا في بني سهيلة وأيضا أحياء أخرى مثل الفخاري وخربة خزاعة هذا ما أعلنه الجيش وطلب إخلاء هذه المناطق بشكل فوري وما أعلن عن ذلك حتى جاء القصف سريع لهذه المناطق وعنيف كما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي هذه التفاصيل يتحدث عن مناطق خطيرة يعود إليها الجيش الإسرائيلي بسبب استمرار عمليات المقاومة هذا ما يقوله ويقول أن هذه المناطق ما عادت آمنة وتوجها للسكان بالخروج منها بسبب استمرار هذه العمليات للمقاومة فيما تعلق بالنبأ العاجل الذي أشرت إليه بخصوص إصابة مستوطنين اثنين في عملية طعن في إحدى المستوطنات بغلاف غزة نشير أيضا رازي بأن هذا ربما يتزامن أيضا من جهة أخرى مع مقام به وزير الدفاع الإسرائيلي وآف جلاند بإزالة القيود عن استخدام الطائرات الحربية الإسرائيلية في الضفة وأيضا إزالة القيود عن المسيارات ربما هذه العملية قد تستخدم كحجة حتى في نقاشات وسائل الإعلام الإسرائيلية على اتخاذ هذا القرار الآن نعم يعني جلاند عندما تحدث عن ذلك هو يقصد منطقة الضفة الغربية الحدث الأمني الذي تحدثنا عنه قبل قليل وقع في نتيفة عسراء في غلاف غزة محاذي لشمال قطاع غزة بالنسبة لتصريح جلاند وكونه ترك تكهنات كثيرة حولها إذا ما كان يقصد المسيرات أم الطيران الحربي المسيرات دون علاقة لتصريح جلاند هي تدخل الضفة الغربية تقصف في نابلوس في جنين ما قبل التصريح لذلك هذا ترك تكهنات كثيرة حول تصريح جلاند علما أيضا أن الجيش الإسرائيلي كانت هناك قيود على الطيران الحربي بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 وهناك كانت القيود على الطيران الحربي والمرة الأخيرة بعد عام 2000 أو بعد الانتفاضة الثانية كان القصف للمسجد الأنصاري في جنين هو في أكتوبر العام الماضي 2023 دخل الطيران الحربي إلى جنين وقصف المسجد الأنصاري لذلك المسيرات هي سلاح تستخدمه إسرائيل في الضفة الغربية ولذلك كانت هناك تكهنات حول ماذا يقصد هل يقصد جلاند تكثيف الهجمات الجوية في الضفة الغربية هل كان يقصد الطيران الحربي بالنسبة للمسيرات هذا يقطع الشك في اليقين هي تستخدم الجيش يستخدمها في الضفة الغربية شمال الضفة الغربية ويكون باستهداف المقاومة ويهدف إلى إخلاء المقاومة المسلحة أو قطع جدوة المقاومة في شمال الضفة الغربية بعد تمدد هذا النموذج من القصة المحتلة أرازي طاثور شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر